غازي سعواشي محل تتبع عدلي عنده الشخصية القانونية متاعه وتتبع فردي في تونس مهو الجامعي والعقوبة هي فردية ومشماعية وزيد مبوه موش محكوم اصلا محل تتبع وبالتالي هي الحقيقة الحقيقة معتا كان انا طوى مش ناخو كلمه على اساس معتا الرجل حكاية وحكاية في وضعية يبدو انها صحيحة معتا فهمتا كان ما فهم حتى مانع بالشيخ باسبورو السيدة ذا يبقى مواطن تونسية تمتع بجميع حقوق المدنية والسياسية ولا يوجد اي مانع قانوني لاستخراج جواز سفر تونسي هو مواطن تونسي ما فهماش عليش السلطات تمنعوا من اخذ باسبورو وبالتالي الحقيقة ان شاء الله ان شاء الله تتحل الوضعية بتريقة معنتها فيها استشارة تجديد الباسبورو الاستشارات فيها استشارة اما راو شو فما موانع قانونية اذا ما فهمش موجودة تعطيه باسبورو ما فهماش اه انيس ما انت ارى هو اللي غتا غيضو ما يصيرو لكن هو قالك اللي بحثوا معي الكل بلا اللي بحثوا معي الكل لا فهم قاسدينه السيد هاي جنيه واضح اما كيف بلا كيف الناس الكل عطاوهم انت الرد كان اه بالاجاب عاليش اه المنتشب هذي جزتما تمام وزارة الداخلية اما تثبت اليوم انه السيد هذا عنده محل 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 تتبعات واكد عليها وزير الداخلية والميين موجود على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية وانه شدد وزير الداخلية كامل فماش حكم قضائي يمنعوا من اخذ تجديد الباسبور ليو وانت وطع بتناد وحتى من وزارة الداخلية وحتى التراتيب والمناشير اللي جاري بهالعمل في وزارة الداخلية ما تمنعوش فرار من تنحي اعتبر